تستأنف كافة وزارات الدولة والجهات الحكومية اليوم الأحد العمل بكامل طاقتها من خلال عودة الدوام الرسمي بنسبة 100% تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن وعقب الاستقرار النسبي للوضع الصحي في البلاد نعم محمد وأكمل ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارات وجهات الدولة المختلفة الاستعدادات حيث سيتم العودة إلى تطبيق نظام البصمة وتطبيق الاشتراطات الاحترازية التي أوسط بها وزارة الصحة أثناء الدوام الرسمي لموظفي الحكومة ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارات وجهات الدولة الحكومية أكمل استعداداته لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن العودة الكاملة بنسبة 200% لقوة العمل لموظفي الدولة مع تطبيق الاشتراطات الصحية الكاملة في الاشتراطات الصحية تعد مسؤولية كل جهة في الجهات الحكومية لكن الدوام من جانبه أصدر تعميمة لإعلام الجهات الحكومية بالإجراءات والقواعد لعودة العاملين في الجهات الحكومية مع التقيد بالإجراءات والاحترازات الصحية نسبة عودة العمل لنظام العمل سيكون بقوة مثل ما تفضلت 100% يعني عودة جميع العاملين بالجهات الحكومية مع إلغاء كافة حالات العفاء بالنسبة للاشتراطات الصحية وتنفيذها تكون عن طريق الجهة مسؤولية الجهة التي هي متابعة موظفينها سواء بالحضور أو الانصراف أو تطبيق الاشتراطات الصحية التي تصدر من السلطات الصحية العودة الكاملة لموظفي وزارات الدولة والجهات الحكومية ستشهد استئناف العمل بنظام البصمة لتأكيد عمليتي الحضور والانصراف وإلغاء كافة الإعفاءات خلال فترة الدولة الرسمية تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن يوال الخدمة المدنية أصدر لكافة الجهات الحكومية التقيد بنظام البصمة كأثبات للحضور والانصراف علماً وأحب أن أنوه على هالنقطة أن وزارة الصحة أفادت ديوال الخدمة المدنية بموجب كتابها 709 المؤرق 10-1-2021 أفاد في أن نظام البصمة سواء كانت بصمة اليد أو بصمة الوجه ليس لها أي تأثير سلبي من ناحية الصحية وذلك بعد استطلاع الرأي الفني الطبي سواء كانت بصمة اليد أو الوجه لكن اشترطت وزارة الصحة بالكتاب توفير شنو؟ توفير مطهر يد كحولي ليش لاستخدام العاملين أو الموظفين بعدما أنه يثبت حضوره أو في حالة لمسة بالحضور أو الانصراف يقوم بتطهير يده طبعا أنا أتمنى أن الجميع يتقيد بالدوام الرسمي وأتمنى هم التقيد بالإشتراطات الصحية والتباعد وذلك لمصلحة الجميع ديوال الخدمة المدنية يتطلع لعودة آمنة لموظفي الجهات الحكومية وسط دعوات بضرورة الارتزام بالإشتراطات الصحية تزامنا مع استقرار الوضع الصحي في البلاد وتمهيدا للعودة الكاملة للحياة الطبيعية فهد التركي تلفزيون دولة الكويت